اشتركوا في القناة الخير إن كان مساء محاضرتنا اليوم إن شاء الله عن تطبيق Microsoft Office PowerPoint رح نكمل أخذنا التشغيل البداية التعامل إضافة سلايدات وحذفها وشون نضيف سكشن شون تعامل مع الأوبجيكت وما إلى ذلك المهمة اليوم محاضرتنا عن الإدراج إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة بس شوية طويلة أطول من المعتاد لكن إن شاء الله تعجبكم مثلك المحاضرة نبدأ بالإنسورت طلاب إدراج أول شي عندي جدول صفوف وأعمدة وأقدر أتحكم لكن تعاملتم معانه قبل فهي الأمور اللي ماخذيها رح تعامل معانه بعض السريع الشيذينج البوردر الفيكس على نفس الجدول ممكن نختار ستايل معين للتيبل وما إلى ذلك المهم جدول عادي مثل ما كنتم تعاملون معانه بالورد زين هاي بالنسبة للجداول زين عندي انسورت بيكتر مجرد أضيف صورة مجرد أضيف صورة معينة وهكذا زين انسورت شنو عندي سكرينشوت أخذ لقطة الشاشة إما من البرامج اللي موجودة على التاسكبار هنا جوه مثل هنا عندي أو بيس ستوديو ممكن للبرامج دائما تشوفها موجودة جائزة إذا أسوي منيمايز هي ممكن للبرامج يقدر يأخذ لها لقطة الشاشة على كل ممكن تدقي لسكرين كليبينج وتأخذ لقطة هيتش بيدك على كلين تنضاف للبريزنتيشن ما لك زين عادي بالنسبة للسكرينشوت زين عدنا شيء يسمى فوتو آلبوم نيو فوتو آلبوم ليه آلبوم صور فمثلا قلنا هنا انسورت بيكتر فوم من تري الصور الالبوم يحتاج أكثر من صورة بالعادة فأقل الإدراج هنا صور مالتي أقدر تحكم ترتيبها للاعلى للاسفل وما إلى ذلك أقدر أضيف تيكست بوكس مربع ناس قبل كل صورة بعد كل صورة مثلا صور سفرة خلي قبل هالشكل ويبدي العرض التقديمي مالتي وكذا ممكن أخذنا كفيديو صار عندي فيديو حلو عائلي أو أصدقاء أو أجملاء على كلين هنا عندي مخطط صورة صورة واحدة بكل سلايد صورتين بكل سلايد أربعة بكل سلايد بالطريقة هذي أو تريد بكتر with title يعني بتقدر تخلي لها عنوان انت فأنا راح أخلي تيكست بوكس مثلا الفرايم شايب ركتانجل راوندد ركتانجل وما إلى ذلك سمبل فرايم بلاك يلا نخلي فرايم بلاك ونقلق create إن شاء لي ألبوم جديد حتى بريزنتيشن سبصا عندي بريزنتيشن ثاني جديد هنا هاي الصور مالتي هذا الفوتو ألبوم هو أضافة زين بعدين عندي هذا التكست بوكس لاني ضفته سمي تيست مثلا بعدين عندي هنا الصور مالتي تبدي أقدر أضيف title مثلا كات هنا عندي إقزام وما إذاك أضيف بعدين نبدي العرض التقديمي مالتي وانتقل بياناتها ممكن أخذناك فيديو يتحرك تلقائيا هو يعرض لي الصور وهكذا زين ما أحتاجه هسا هذا الفوتو ألبوم أصور وصلة الفكرة شنو عندي بعض غير الفوتو ألبوم الشايبس اللي هي إدراج أشكال هيتعرفوها أشكال عندي كومة هنا equations, flowcharts, stars ما أعرفيش المهم icons هذي ما موجودة عندكم هذي add-ins حكيت لكم عنا قبل الباقين يعني إذا تحب تطلع عليها chart smart arts بكيفك زين بعد شنو عندي text box هاي دائما أداة مهمة كلش لين تساعدني بالتنسيق ممكن أسوي آني الكتابة مالتي أكثر من عمود عمود كتابة هالشكل وعمود كتابة ثاني فتترتب وتتنسق بعدين عندي insert header and footer أمكن حكينا على header and footer بالword لكن ما يخالف هنا عندي في header and footer مثلا أريد الفتر دائما إضافتكم footer ما بي header مثلا هنا راح أخلي footer footer مثلا واقل له apply راح يطبق فقط على هاي ممكن اقل له apply to all يطبق عليهم كلتهم بعدين شنو عندي الword art خلي نضيف text box test نقبل الخط نقل له word art مثلا هذه شوف فايضا يضيف لي word art بناء على نص سابق اه وممكن انت اضيف word art فارغ وانت تكتب على كلين شنو عندي بعض غير الword art عندي date and time اريد اضيف التاريخ مثلا الفين وعشرين اللغة بها لغة تريد تكتبها طبعا احنا update automatically ممكن انت التاريخ حدث نفسك لما تفتح الpowerpoint ما راح اخليها اقل لفين وعشرين نضاف التاريخ مالتي بعد شنو عندي اقلة مثلا اهنانا بالشريحة انا كنت داخل مربع نص اذا انا انا بالشريحة خلال ما مختار اي شيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة